سوى عالي أن أقول نعم وأنا نشاهد في هذه الصور نزول رئيس الجمهورية لأرضية الميدان لتسليم الميضاليات لكلا الفريقين شباب الوزداد الذي خسر النهائي وفريق أولمبيا شلف الذي توجه بهذه البطولة هذه الصور المباشرة نقلا عن تلفزيون العمومي رئيس الجمهورية في تحية للجميع للعبين للفاعلين في هذه المباراة النهائية بملعب ملود هدفي بوهران كان حاضرا أيضا وزير الشباب وريادة عبد الرحمن الحمد ورئيس الاتحاد الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف في المنصة الشرفية كما نشاهد رئيس الجمهورية يصعد إلى المنصة الشرفية في الملعب لتسليم الميضاليات للعبي لعبي شباب بالوزداد ولعبي الأولمبيا شلف إضافة إلى تسليم كأس الجمهورية لفريق المتوج فريق الأولمبيا شلف الذي حصد اللقبة الثاني مع نفس المدرب والله أنا نقول اليوم ربحوا على تبون على رئيس دولة أكيد ربحوا عليه نقول ألف مبروك لأولمبيا شلف اليوم قدموا مباراة كبيرة وزادوا ربحوا على المدرب اللي جاهم وجاب لهم هذه الكأسة اللي غابت مدة 18 سنة اليوم الفريق أولمبيا شلف اليوم رأي زاهية ولاية شلف ألف مبروك لأبناء شلف يستهلوا هذا الفوز هذا بكل روح رياضية عندما نقول المباراة يستهلوها لعبوا مباراة جميلة جدا الدومة عليهم أرضية الملعب فوق أرضية الملعب كانوا حوالي 15 لعب لشنا اليوم الإرادة هي اللي تتغلب على كل شي كابتن يكون عندك فريق قوي جدا ولكن ما تكونش عندك الإرادة ما تقدرش تفوز اليوم هي الإرادة الأولمبي فازت على شباب الوزداد الإرادة والخبرة تعال اللعابين هذو شفنا المدافع الأيصر مستوى عالي جدا كابتن 35 تقول في عمرو عمرو مولا 18 مباراة كبيرة شمس الدين قول برافو شمس الدين هذا هو اللعاب اللي تتحق منه سيلا فليورداج في السن كبير بصع مد هالشبان ودخول هذو كتنائي جيبا عكيد جيبا يعني جيبا تقول في عمرو مانيش عارف شحال تقول عنده عشرين سنة هو يلعب في أولمبي يشلف تيقة كبيرة يحتفظ بالكورة يعرف كيش يدريب لي في وقت اللازم تايمينك تايمينك يدريب لي مرات يطلق الكورة مرات يدريب لي اليوم برافو جيما مرسلي تانيك نفس الشي مباراة بوسعيد كان وفوري ومولا كان يجري كان يتخبط يطيح ينوت أنا نقول مدافعين نفس الشي المحوال حارس مرمى في المستوى مدافع أيمن لأدى دور كبير مدافع دباري دباري قل عالم الكامل أنا نقول لك لعدادي عالم الكامل اليوم لعدادي لعد بقوة هذا هو ملعبين تاقي برا اللي تلقاهم في هذه المباراة الكبار نفس الشي شمس الدين هذه هي كابتن هذا هو كرة القدم نعم شوف رئيس الجمهورية يوقع الكرات للرسميين في هذه الصور التي تسبق حفل تسليم الجوائز جوائز الخاصة بكلا الفريقين بداية مرسيم إذن هذا حفل تسليم الجوائز الخاص بنهائي كأس الجمهورية الجمهورين كلا الجمهورين تحلوا بي الروحة الرياضية في المدرجة الحمد لله الحمد لله اليوم لدينا تقاف الحمد لله ملعبك مهدا ملعبك جميل جدا كابتن شوف الأجواء دوكتر كي تحت ضلام كابتن شوف الأجواء يعني ما شاء الله نقول الأجواء كانت منظمة ما بين الجارين شباب لوزداد وولنبي شلف قدموا مباراة قدموا عفوان الجمهور يعني هتفات متبادلة كانوا في المستوى نهائي في المستوى نن أعطوا فرجة في فوق أرضية ملعب لعبين زهوا الجمهور يعني هو اللي زهى اللعبين أنا أقول على ما الكامل اللي كانت الجمهور ما فيش تفادي هذه كرة القدم كين واحد يفوز كين واحد يخسر نفس الشيء الجمهور الجزائري كان يتبع في هذه الكرة تمتعنا بالمرضود الفريقين برافو على بين 22 لعب لفوق رياضية عالية جدا مستوى عالي مستوى يعني نهائي كان في المستوى كابتن 125 دقيقة في المستوى شفنا اليوم مباراة مكيلة طريفين في المستوى أكتر فأكتر شفناها من أولم بيشلف بفضل حنكة المدرب عمراني اللي عرفك فشيصية المباراة عرفك كيف يحدث تغييرات كيف يبقي على تركيز اللاعبين شفنا حتى نرفز عندما كان فريق أولم بيشلف متفوق كان دائما يقدم توجيهات للعي به عارف كابتن لأنه عارف المباراة خلاص وصلني عارف لي حفوز بهذه المباراة الإرادة كانت واجدة ورئيس الجمهورية في هذا الاتناء يسلم الميداليات الخاصة بطاقم التحكيمي تقدمهم الحاكم لحلو بن براهم رفقة طاقمه التحكيمي المرفوق له في هذه المباراة النهائية في هذه الصور المباشرة من ملعب ميلود هدفي بوهران كما نشاهد في هذه الصور المباشرة تقديم الميداليات الخاصة بطاقم التحكيمي في هذه المواجهة بقيادة لحلو بن براهم ومساعديها زرهوني وبوزيت في خط التماس إذن كما نشاهد في هذه الصور التقم التحكيمي يستلم الميداليات وبطبيعة الحال أخذ توقيعات تذكارية من قبل رئيس الجمهورية على الكرة الخاصة بهذا النهائي فيصل كما تحدثنا إذن عن الجانب التاكتيكي قلنا بأن المدرب عمراني تحكم في المباراة صحيح كابتن يوم شاهدنا الكابتن عمراني اللي قدم يعني تاكتيكي المباراة كانت أجمل عارفوا كاشي ينتشروا اللعبين فوق أرضية ملعب أنا نظن نقول يوم فاز المدرب على تاكتيكي على المدرب الكوكي اللي ما كانش في المستوى ومن قولوش الكوكي ما كانش في المستوى ولكن لعبين تاكي الشباب اللي ما كانش في المستوى كابتن أوكي ما مشي لعبوا منحوة لكن النهائي لازم تفوزوا يا كابتن أوكي ما تربح ما تلعبش منحوة لكن لعبين اليوم شوفنا المرضود تاكي لعبين سيء كابتن سيء جدا دوك ما ناش عارفين ولا لا شارش تاكي الخدمة اللعبين ولا المدرب ولا لعبين يعني هؤل المشكلة هنا خاصة وأنه تعداد فريق شباب الوزداد تاري عنده 25 لعب تنحي إيكيب ودير إيكيب حتى لعبين البدلاء نفس الشيء مستوى عالي المدرب كان يقول العمراني كان يقول عندهم فريق قوي جدا يعني كي تجي تشوف الشباب يفوز بالأداء والنتجة أكيد هو دخول أيمن بقرة مكان يوسف أمين العوافي الذي أصيب منذ دقيقة 17 إصابة نوعا ما شالر بجبله نتمنى الشفاء العاجل للعوافي دخول أيضا بورديم مكان حسين سالمي دخول عليه رغبة في الوقت بدل ضائع مكان إيوالا وإسلام بالخير مكان بوصوف إسحاق ما شفناش الإضافة اللذي نغم أنه البودلاء أيضا عندهم وزن في تشكيلة شباب الوزداد صحيح كابتل اليوم شفن الدخول التولاتي لا أعطاش الإضافة رباعي رباعي شفناش أعطى إضافة للشباب وفي هذه الأثناء رئيس الجمهورية في هذه الصور المباشرة تقديم الميداليات اللاعب شباب الوزداد الحديث مع شعيب كداد المدافع المحوري لفريق شباب الوزداد الذي قدم قدم أداء نوعا لا يعكس مستواه الحقيقي شعيب كداد شفنا الأداء كان نوعا ما بعيد عن مستواه في الصورة اللاعب المحوري الآخر معاد حداد الذي تم توظيفه هذا الموسم في محور الدفاع في بعض المباريات وقدم أداء مميز في الحقيقة صحيح كابتن اليوم نشوفه كان هذا المدافع كان في المولود يلعب أحسن مباريات نقول جاتوا فرصة السيطر عرف كيش يلعب عدة مباريات ما عرفناش اليوم المدرب كيف نحاه ولكن هذه نقول عاد إلى المحور الدفاع القديم هو كان يلعب في المحور كابتن حداد كان يلعب حداد يلعب في المحور قلت بأن الكوكي يعاد إلى محور اللي كان يعتمد عليه من قبل وكان يعتمد على بوشار وكداد ثم أحد التغييرات في بعض المباريات أشرك لا هما في ثلاثة أحسن أحسن مدافعين في البطولة الوطنية ولكن اليوم يرون وسط الميدان ليس في الوسطى وكابتن في الصورة أيضا عمار بورديم الذي دخل بديلا تحرك شوية مقارنتهم زمالة لا عندما دخل أعطل إضافة نوعا ما ولكن لابد أن يكون معنا الفرق كله ولكن هذه كورت القادم نقول اليوم الشباب لا يعرف كيف يحض المباراة لا يعرف يسير المباراة في حال في تسجيل هدف الأول حوالي ورئيس الجمهورية في حديث مطول مع اللعبين تابع المباراة أحسن منها كابتن تابع المباراة يتكلمون يعرف اللعبين يلعبون ليس لعبون كابتن أنا نظن اليوم شباب ضيع فرصة ولكن ألف مبروك للأولمبي الحارس المخضرم على الصورة عزدين دوخة دوخة عزدين من أحسن الحراس في الجزائر نتمنى لكل خير على كل حال الشباب اليوم قدم مرضود موش حسن نقول اليوم ما يستهلش باش يدي هذه البطولة اليوم شلف أولمبي شلف اللي قام بواجبه إرادة الإرادة اللي كانت حاضرة في أرضية الملعب شفنا اللعبين انتشار اللعبين الأولمبي اللي كانوا في المستوى عمراني عرف كيف يوظف اللعبين ونقوله الكوكي ما عرفش كيف يعطي الإرادة القوية تشجيع اللعبين حمسهم حماس تعاللعبين شفنا اليوم الحماس مكاش تعاللعبين اليوم أيضا المدافع السابق لإتحاد العاصمة حمرة لقدم مباراة في القمة أيضا صحيح كابتن اليوم فريقين وشوية اليوم الشباب ضيع فرصة العمر أنا نقول لكابتن ما عرفوش يحضرون أنا أكد على عمل خبرة لاعبين شباب لاعبين يعني عندهم إمكانيات شباب عندهم ثلاث سنوات هذه السنة الرابعة سيدي خبرة كبيرة كبيرة عندهم خبرة كبيرة كبيرة جدا أنا نقول اليوم ما عامل خبرة عامل إرادة 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 والتحضير البدني والتسيكولوجي أعطيك صحة كبتن أنا نقول اليوم إرادة هي اللي خانت الشباب وليس إنسان يقول نقولها ونعودها ولم يشلف فاس بالنتيجة والأداء والإرادة والتاكتيك من كل البدني والبسيكولوجي دو مباراة ما سرقوهاش ربحوها هذه المباراة وموسم شباب بالوزداد لن ينتهي بعد ما زال مباراة البطولة وما زال مباراة الكأس العرب المقبلة هل عليه مراجعة حساب يعاود يراجع ويعرفوا كيف وش يجيب وش ما يجيب وش كابتن هذه كورة القدم نقول لكورة القدم كيم فيز وخاصر اليوم الأولمبي يستحق هذا التتويج هذا في كاس الجزائر ألف مبروك للأولمبي هارد لك لشباب بالوزداد هذه كورة القدم ونشوف لازم يراجعوا للإدارة نفسهم يعرفوا وش يخيروا يعرفوا عندما تندد بمدرب تعرفوا وش تخير تعرفوا وش تجيب هذه شفنا عدة نداءات في قبل والجمع يرغب في صورة الكارية رفقتها رئيس الجمهوري عبد المجيد تبون هذا أعضاء تقم شباب تقم شباب بالوزداد تقم الفني والتقم البدني أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر